اشتركوا في القناة قبل مركز الكفير لتقنية المعلومات اليوم ان شاء الله رح اكون معكم في شرح سكشن الغيابات مقطع الغيابات وكيفية تدوين غيابات الطلبة من قبل التدريسي في كل مادة من المواد التي يعني التي يدرسها في الجامعة في قسمة بالنسبة للغيابات رح اضغط على الغيابات رح هنا بداية لازم احدد التاريخ مالتي تاريخ رح احدده من خلال هذا التقويم اللي دي شوفوها امامكم اليوم مثلا حددت خمسة عشر ماي الفين وعشرين ليها خمسة عشر خمسة الفين وعشرين هنا هختار المادة مالتي طبعا المادة مالتي خليكون ببالك رح تطلع فقط المواد اللي يضايفيك ياها احنا لضايفها لادمن اليك اللي مواد اللي هي بعهدك اللي انت تدرسها مثلا اني رح اختار كمبيوتر بروغرامينج اللي هندس التقنيات الحاسوب المرحلة الاولى الدراسة المسائية شعبة اي اختاريتها هنا من اختاريتها حيطلع عندي هنا كل الطلاب اللي موجودين عندي دي شوف دول الطلبة كلهم رح تطلع اسماهم طبعا دول الطلبة هم تابعين لهندسة تقنيات الحاسوب المرحلة الاولى الدراسة المسائية شعبة اي لو شوفها سآني من اغير اروح الشعبة بي مثلا رح تلقى الاسما اتغيرها طبعا كل اسم ميا الاي دي ماتة كل اسم معا الاي دي ماتة زين بعد ان اختارين التاريخ حددنا التاريخ واختارين المادة مالتنا اكو هنا عندي تحديث هي مجرد انعاش للبيانات اللي ده تظهر امامي واكو تصدير الى طبعا هذا التصدير الى من الممكن انه اصدر الملف مالتي على شكل بي دي اف رح تسألني اي ملف ذن الاسماء مع شنو مع الاي ديات مالتهم يعني هنا كنما اطبع قائمة للحضور فقط اوكي لانه بعد ما محدد الغيابات عليهم كذلك اكو تصدير هنا الى هنا رح يطبع عليهم شنوه اكسل رح يطبع عليهم اكسل تمام زين خليني جاءانوا ياكم لهاي الصفحة هاي الصفحة هذه شنو فارغة شوكت رح يكونوا بيها طلاب منا حددهم منا انهم غائبين شون حددهم غائبين مجرد ببغض على كلمة غائب هنا رح ينتقل هذا الاسم مع الاي دي مالتهم وين يجي اهنانه للي بعدها غائب اجي الاسم الثاني غائب اجي الاسم الثالث غائب اجي الاسم الرابع وهكذا ديشوف هنا انضافة اربعة اسماء هذه النافذة اذ ظهرت عندي اللي ديشوفوها قعدني عدة اشياء اولا هنا البحث البحث عن شنو عن اسم طالب هو موجود عندي مثلا خلي اكتبعني محمد محمد اوكي شوف اهنا طلع عندي محمد محمد منتظر عبد زهر حسين ومحمد محسين حبيب اوكي اهنا سوالي فلتر علي امن على كل واحد يبدي اسمه محمد اهنانه اردلغ هذا الفلتر مجرد رحضات هذا الاسم رح عندي الفلتر بعد شنو عندي عندي الطالب هذا اهنا اذا كنت انا ضايفة بالخطأ هذا من الممكن ان نسوي له حذف وحذفه منه واضح رح ينحذف عندي طبعا هاي بعد ان انطيحه فضع رح اشوف انحذف بعد شنو عندي عندي من الممكن ان نحدد الساعات مالته بس ضغطت هنا مثلا هاي المادة الكمبيوتر بروغراميك هما محدديني ساعتي فرح حدد لهنا ساعتي هذا كذلك رح حدد له ساعتي هذا جاني بنص المحابرة يعني جاني بالنص مالت المحابرة كأنما الساعة الاولى خلصت ومقد عندي فقط ساعة واحدة فرح اضغط لا واحد ساعة واحدة رح اغيبه ساعة واحدة هذا بالنسبة لمن الى الساعات مال غيابات هنا ملاحظة مرات الطالب يغيب يقولك انا ما تحمل مسؤوليته بس لازم اسجله مجاز فهنا من الممكن انه تقول مجاز ساعتي انذني مال فلان يوم بفلان مادة هو شنو قدامه مجاز حتى يعرف القسم وانتهى ايضا تخليل مسؤولية مالتك انه هذا الطالب مجاز بعد ان امتهيناه من هذي من الممكن انه تصدرها ايضا الى بي دي اف وانه تصدرها الى اكسر مثل ما سوينا اهنانه بتقدر ايضا شنو شي سوي لها سوي لها حفظ واضح من سويت لها حفظ ان حفظت هذي اهنانه دولة شوفهم الى ثلاثة قلت لي كانوا اربعة لاموان حذفت واحد قبل شوية فبقت عندي فقط شنو فقط ثلاثة بقوا عندي فقط ثلاثة واضح اهنا طبعا نحدد عدس ساعات الكلي من الممكن انه احددها ساعتين هتعرف انه المادة عليها ساعتين وهكذا واضح عيني هذا بالنسبة المن للغيابات هذا بالنسبة للغيابات هسا نرجع لها مرة ثانية شوف صفرت عندي القائمة القائمة القديمة شبيها خزنة تم خزنها داخل داتابيس داخل قاعدة البيانات اللي موجودة عندي من الممكن انه اختار ايضا غير تاريخ ارجع غير تاريخ ومن الممكن انه يش يسوي اختار غير مادة ومن الممكن انه سيجي الغيابات جديدة وايضا اخزنها بقاعدة البيانات الموجودة عندي لهنا انتهى هذا المقطع اخواني اساتفتنا الافاضل ان شاء الله تكونوا انه فهمتوا وهضمتوا عملية كيفية تسجيل الغيابات للطلاب واي استفسار او سؤال من الممكن انه توجهوا للمركز او لفريق الدعم الفني اللي موجود عندكم شكرا لكم شكرا لازغاكم نلتقي بفيديوات جديدة بابنه تعالى شكرا جزيلا لكم